من حدود قطاع غزة ينضم إلي مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي زياد مرحبا بك نبدأ كما جرت العادة دائما مع التطورات الميدانية نوجد قبل أن ندخل إلى موضوع الاستدعاء الاحتياطي وكذلك مسألة التجهيز الطبي وقراءات ذلك خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الجبهة الشمالية تفضل زياد تبقى الجبهة الحقيقية الحربية الناشطة هي جبهة الجنوب في قطاع غزة الحرب التي تأخذها إسرائيل هي هنا في الشمال لا توجد حرب هذه منواشات تصاعدت في الأيام الأخيرة ولكنها عملية ما تزال كثيرا تحت سقف الحرب بالنسبة لما يحدث في المنطقة الجنوبية في قطاع غزة القوات الإسرائيلية ما زالت تحاول أن تتقدم وسط قطاع غزة في أربعة مخيمات هناك مقاومة شرسة جدا للقوات الإسرائيلية اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي إضافي في وسط قطاع غزة في مخيم البريج عمليا الذي شهد مقتل عشرة جنود أو أحد عشرة جنديا في اليومين الأخيرين في هذه الاشتباكات والتفجيرات في تلك المنطقة بالإضافة إلى محاولة تسريع العمليات الحربية أيضا في خان يونس وهي الجبل الأساسية التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي مع ذلك متوقع أن تسحب إسرائيل لأي احتياط في الأيام المقبلة في إطار الانتقال إلى المرحلة الثالثة كما وعدت الولايات المتحدة ولم تنفذ حتى الآن زياد لماذا خان يونس لماذا نسمع دائما المغازي البريج إذا حاولنا من خلالك أن ننفذ إلى العقل الإسرائيلي لماذا يعتقد ليكتف هذه الهجمات وهي مخيمات للانزحين هذا صحيح هي مخيمات مكتظة في السكان إسرائيل تقول أن المنطقة هي مليئة بالأنفاق وحتى أنفاق استراتيجية تابعة لحماس وهناك كتيبة مقاتلة قوية جدا لحماس في تلك المنطقة هي التي تشتبك مع الجيش الإسرائيلي تماما كما رأينا هذا المشهد توال الأشهر الماضية في شمال خطاع غزة في الشجاعية وأيضا اليوم ما زال هناك اشتباكات في حيية التفاح والدرج وبهذا المعنى هذه محاولة للسيطرة على أكبر في المحافظات الثلاث الشمالية والوسطى والجنوبية من قبل الجيش الإسرائيلي أساسا لمعالجة ما هو تحت الأرض لأن السيطرة فوق الأرض لا تعني شيئا كما ثبت في هذه الحرب عمليا هذه الحرب أو القتال في قطاع غزة هو من طابقين بالنسبة لإسرائيل الإشكالية الكبرى تبقى الأنفاق وتقول المصادر الإسرائيلية العسكرية بأن إسرائيل إن أرادت أن تعالج هذا الموضوع تحتاج أشهرا طويلة أعود إلى موضوع التجهيز الطبي واستدعاء الأطباء من الخارج وقد يستدعاء الأطباء لقوات الاحتياط هل بالفعل هذا مؤشر ينبئ عن توقع حقيقي لطاقم الحرب لاشتعال الجبهة الشمالية وجبهات أخرى أم هو سلوك راتب تفعله إسرائيل دائما تحسبا واحترازا لأي حرب الصوت تقطع نتنياهو معضلة حقيقية وهي أن عشرات ألاف المستوطنين في الشمال يرفضون العودة إلى المستوطنات إلا إذا تغيرت دراماتيكيا كان الوضع الأمني في المنطقة الحدودية بمعنى ابتعد حزب الله إلى شمال العليطاني وكان هناك ترتيبات أخرى كثيرة تضمن ربما لهؤلاء المستوطنين نوع من الهدوء بعد الذي حدث طبعا في الجنوب ربما هذا هو السبب الأساسي أيضا في المستوطنات الجنوبية هنا يخشون العودة حاليا ولهذا عمليا إسرائيل تتحضر هذا في إطار التحضيرات هذا أساسا بدأ هذه الأوامر صدرت منذ اليوم الأول للحرب وليس فقط في الأيام الأخيرة لكن الآن آثار هذا الموضوع للإحاء بأن هناك تطور دراماتيكيا في الجنوبة الشمالية ربما يمنع هذا التطور من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي شكرا على كل هذه الإفادات والمعلومات والتفاصيل ترجمة نانسي قنقر